لا يزال الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق مستمرا بشأن الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في وقت سابق مشددا على إجرائها في حزيران عام 2021 متهما جهات لم يسمها بالسعي لعرقالة الانتخابات المبكرة وبناء على وعود الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة أقر البرلمان في 29 من تشرين الأول الماضي قانونا جديدا ينظم الانتخابات يشمل تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر متعددة بعد أن كانت دائرة واحدة في السابق بحجة منح الفرصة للمستقلين بالتمثيل النيابي السلطات الحكومية وعدت بإجراء انتخابات وصفتها بالنزيهة بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح المنفلت حسب وصفها غير أن هذه الوعود لم تقنع السياسيين أنفسهم ومنهم نواب في البرلمان أما المواطنون فهم أبعد ما يكونون عن تلك الوعود نواب في البرلمان عبروا عن مخاوفهم من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة بسبب فقدان عدد كبير من البطاقات الانتخابية الخاصة بالمواطنين والتي قد تصل إلى الأحزاب السياسية الفاسدة لتستفيد منها في عمليات التصويت مسؤول في مفوضية الانتخابات كشف أن معظم بطاقات الاقتراع فقدت في المناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها لأن أكثر أهالي تلك المناطق لم يحصلوا على بطاقات انتخابية في انتخابات عام 2014 بسبب الوضع الأمني مع ظهر التنظيم داعش ولكن الغريب أن تلك البطاقات المفقودة بقيت سارية المفعول حتى عام 2018 النائب باسم خشان استبعد في وقت سابق النجاح الانتخابات المبكرة واصفا مفوضية الانتخابات بغير النزيهة وأن القضاة الذين عينوا فيها غير مؤهلين لتلك المهمة بينما كشفت مصادر حكومية أن الأحزاب السياسية في البلاد لم تكتفي بالبطاقات المفقودة في المناطق المستعادة بل كلفت وسطاء لشراء بطاقات الأسر الفقيرة والنازحة ووصل سعر البطاقة الواحدة إلى 500 دولار